اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيشمل ان شاء الله المعطيات الأسبوعية ابتداء من يوم أمس الخميس على الساعة العاشرة صباحا متتبعين الأعزاء المصالح الصحية كيف كتعرفوا كتبذل مجهودات كبيرة للسيطرة على وباء كوفيد 19 ونحن نشعر بالامتينان والطمئنان من اللي كانعلنوا كل يوم عن شفاء العشرات من المصابين بهذا الفيروس والرجوع ديالهم الحمد لله لعائلاتهم والممارسة حياتهم اليومية ولكن هذا الطمئنان ما كيكملش للأسف لأننا وفي نفس الوقت كنلاحظو ظهور حالات جديدة يوميا اللي من بين الأسباب ديالها أننا أولا وسعنا دائرة الكشف على الفيروس ولكن لاحظنا أيضا سلوكيات غير مسؤولة عند بعض الأشخاص وغير واعية بالخطورة ديال عدم التزام بالإجراءات الصحية الوقائية وهذا الشيء كيعرض بطبيعة الحال الخطر حياة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بحال الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة وأيضا للمناعة ديالهم ضعيفة خلال هاد العرض غدينترقوا الأربعة محاور أولها الحالة الوبائية في العالم وفي المغرب من بعد فقرة تفاعلية فقرة تالتة وهي الحدث البارس وأخيرا فقرة رابعة حول التوعية والتحسيس نمر الآن الحالة الوبائية فبما أن هذا أول تصريح أسبوعي للوزارة فلا بأس نقدمه واحد نبذة قصيرة على الجائحة منذ البداية ونبدأوا بإطلالة سريعة على الوضعية ديال وباء كوفيد 19 على المستوى العالمي وكذا في بلدنا بالنسبة للحالة الوبائية في العالم فحسب منظمة الصحة العالمية وإلى غاية يوم 15 يوليوز 2020 كيف ما كتلاحظوا على الشاشة هذا الرسم المبياني اللي كيبين تطور الأسبوعي ديال الحالات المؤكدة واللي كتزايد باستمرار منذ بداية الجائحة فكما كنلاحظوا ارتفاع طفيف خلال الأسابيع الأخيرة ديال شهر يونيو وبالتالي فالإجمالي ديال الحالات المؤكدة في العالم هو 13 مليون و150 ألف و645 حالة مؤكدة بالنسبة للوفيات كنلاحظوا ايضا ارتفاع ديالها خاصة ما بين شهري مارس ومي مع استقرار في حالة الوفيات ما بين آخر شهر ماي وآخر شهر يونيو ليتم تسجيل ما مجموعه 574.464 حالة وفاة مع معدل إيماتة التي تقدر بربعة فصلة الجوج على الصعيد العالمي في حين في المغرب فمعدل إيماتة هو 1.6 أما بالنسبة للمعدل الشفاء في العالم فهو 59.6 بالمقارنة مع المغرب فمعدل الشفاء هو 84.6 الآن الحالة الوبائية في المغرب فكيف ما كتلاحظوا على الشاشة وموازازا مع الحالة الوبائية في العالم فقد تم تسجيل أول حالة إصابة في بلادنا في بداية شهر مارس من هذه السنة وبدأنا نسجل الارتفاع في الحالات والتي كانت معظمها حالات وافدة وخلال شهر أبريل ارتفع عدد حالات الإصابة بشكل ملحوظ وهذا ناتج عن ظهور بؤر وبائية متعلقة بمناسبات عائلية من بعد عدد الحالات أصبح شبه مستقر إلى غاية شهر يونيو بحيث سجلنا ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات وهذا راجع لثلاثة دي الأسباب أولها تكتيف الكشف المبكر عن الفيروس تانيا رفع الحجر الصحي واللي واكبه للأسف وهذا السبب الثالث التراخي بالالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية الآن الخريطة اللي عليا صار كتبين توزيع الجغرافي الحالات الإصابة الجديدة بالأقاليم ليوم 7 يونيو 2020 أي قبل رفع الحجر الصحي بالنسبة اللون الأخضر فكيشير الأقاليم اللي تسجلت فيها أقل من أربع حالات لكل مئة ألف شخص بالنسبة اللون الأصفر ما بين أربعة تلسبعة الحالات لكل مئة ألف شخص واللون الأحمر أكتر من سبع حالات لكل مئة ألف شخص وهنا كانت معظم الحالات متركزة في جهة الشمال ووسط المملكة في حين على الخريطة اللي في اليمين أي بعد ثلاث أسابيع بعد رفع الحجر الصحي انتشر المرض أكتر بالجهة الشمالية للبلاد وكذا بالجنوب وهذا راجع بالأخص التراخي في التزام بالإرشادات الصحية بالنسبة لحالات التعافي فهي مستمرة في الارتفاع ولله الحمد كيف ما كتلاحظوا من خلال التصريحات اليومية مع نسبة شفاء اللي كتجاوز 84% من مجموع الحالات على الرسم المبياني كتلاحظوا أكبر ارتفاع الحالات الشفاء خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليوز وهذا راجع للشفاء أشخاص اللي كانوا حاملين الفيروس بدون ما تظهر عليهم أي أعراض وهنا كانت تكلم على بؤرة للا ميمونة بالنسبة للتطور الأسبوعي لحالات الوفيات فكيف ما كتلاحظوا كان هناك للأسف تطور تصاعدي لحالات الوفيات بحيث تم تسجيل أكبر عدد ديلها أسبوعيا واللي هو 47 خلال شهر أبريل الماضي عند الأشخاص المسنين وأيضا المصابين بأمراض مزمينة ومع فرض الحجر الصحي عدد حالات الوفيات بدأ ينقص أسبوعيا بصفة تدريجية وهذا راجع لأن الفئات الشابة النشطة هي اللي كانت كتخرج أما الأشخاص المسنون ولا اللي عندهم أمراض مزمنة ولا ضعاف المناعة فكانوا ما كيخرجوا إلا للضرورة القصوى مع رفع الحجر الصحي كيف ما كتلاحظوا على الرسم المبياني في شهر يونيو فحالات الوفيات أيضا بدأت كترتافع عند المسنين وكذا الأشخاص الأكتر عرضة للإصابة نتيجة حملهم لأمراض مزمنة وهذا شيء كيرجع للمبالات والتهاون ديال البعض مننا كيف ما شرت سابقا بالنسبة للخصائص الشخصية فالمنحنة على الشاشة كيبين أن سن الأشخاص المصابين كيتراوح ما بين خمسة وخمسين وثلاثين سنة مع متوسط السن اللي هو خمسة وخمسين سنة بالنسبة لإصابة فئة الشباب فهذا رجع الجوش ديال الأسباب أولها عملية الكشف اللي قمنا بها بالوحدات الصناعية وخلال الحجر الصحي هاد الفئة الشابة اللي كانت كانت تخرج للعمل هي اللي تصابت أكتر الآن الرسومات على الشاشة إلى غاية يوم 12 من الشهر الجاري فالقرص اللي في أعلى الشاشة كيبين فرق خفيف في توزيع الحالات ديال الإصابة ما بين الذكور والإينات بالمملكة على اليسار في أعلى الشاشة توزيع الحالات المؤكدة حسب الفئات العمرية بحيث إن أكبر عدد لهات الحالات فكيتسجل عند الفئات العمرية ما بين 25 و 65 سنة على القرص في أسفل الشاشة توزيع حالات الوفيات اللي مرتبطة بمرض كوفيد-19 حسب الجنس بحيث تنسجلوا 67% الوفيات عند الذكور فيما كيوضح الرسم على يسار أسفل الشاشة توزيع عدد الوفيات حسب الفئة العمرية وكيف ما كتلاحظوا فتنسجلوا لأسف أكبر عدد الوفيات لدى الفئة العمرية اللي كيتراوح السين ديالها ما بين 40 و 65 سنة فما فوق أي عند المسنين والمصابين بأمراض مزمينة بالنسبة للتطور الأسبوعي ديال الإنجازات المختبرات على الصعيد الوطني بدون الاختبارات ديال التتبع ومراقبة المرضى فهذا الرسم المبياني كيوضح أنه في البداية كانت اختبارات الكشف كتعتمد على تعريف حالة الإصابة وبتداء من شهر ماي عززنا القدرات ديال المختبرات واعتمدنا استراتيجية الكشف المبكر وبالتالي رفعنا من عدد الاختبارات بحيث وصلنا تقريباً لعشرين ألف تحليلة في اليوم وصلنا الآن ما مجموعه مليون ومية وثمانية وعشرين ألف ومية وتسعين اختبار إلى حدود الساعة وبالتالي حقق المغرب مراتب جد متقدمة على الصعيد العالم الآن نمر الفقرة التفاعل فإن شاء الله ابتداء من تصريح الأسبوع القادم سنخص فقرة الإجابة على أسئلة المواطنين عبر تقنية الواتساب وذلك من خلال إرسال فيديو قصير لما تتعداش ربعين ثانية أولا تسجيل سؤال ديالكم صوتياً على الرقم اللي كي يظهر على الشاشة 07-61-85-50-20 أعيد 07-61-85-50-20 الآن نمر الفقرة الحادث البارس بعد تسجيل ارتفاع مفاجئة في منحة عدد الحالات المؤكدة في مدينة تانجا مع ظهور بعض البؤر الوبائية واللي تثبت لأسف في تسجيل حالات الوفيات فسيد وزير الصحة قام برفقة سلطة المحلية ومسؤولي المصالح الصحية في الجهة بزوج ديال الزيارات متتالية للطلاع على الوضعية الصحية بالمدينة كما تم إرسال فرق الدعم والمواكبة لعين المكان باش ندعمو الفرق الجهوي وبهذا المناسبة فسيد الوزير قام بتعزيز العرض الصحي على مستوى الجهة بمجموعة من المعدات الطبية والتقنية لجميع مستشفيات الجهة كما أن مستشفى محمد الساديس بيتنجا اللي كان من قبل مخصص الاستقبال الحالات الحارجة اللي كانت استدعي الإنعاش طبي تمت مضاعفة الطاقة الاستشفائية ديالو وضعفنا عدد أسيرة الإنعاش من 14 إلى 29 سرير بالإضافة إلى تزويده بتلاتين جهاز تنفس طناعي وعشرين جهاز أكسيجين بالإضافة للحمولة إضافية ديال الأدوية وتم أيضا تعيين تسعود ديالأطباء متخصصين في طب الإنعاش وكذا خمسين ممرض خلال هذا اللقاء جميع الفرق الصحية الجهوية التزمات أمام سيد الوزير بمضاعفة الجهود والتضحية لإنجاح هذا المهم نمر الآن الفقرة التوعية والتحسيس مشاهدين الكرام كانت منه أن المخالفات المعدودة والمعزولة اللي تكلمنا عليها من قبل تختفي تماما ونشوفوا جميع التزام مجتمعي كامل ولهذا كنعود نذكر بتدابير الوقائية كي نربع ديالإجراءات الوقائية اللي لازموا من ضروري أننا نحترموها أولا نحترمو مسافة الأمان اللي ما تتقلش على متر واحد ثانيا نلبسوا الماسك أو القناع أو الكمامة ثالثا غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 40 تانية أو بالمحلول الكحولي لمدة 20 تانية ورابعا تحميل تطبيق وقايتنا اللي هو ماشي إلزامي ولكن ضروري مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة متواصلة بالنسبة للأمراض المزمنة وعلاقتها مع مرض كوفيد 19 فمجموعة من الأمراض المزمنة اللي تتخلي في حالة الإصابة بمرض كوفيد 19 المضاعفات تتكون وخيمة مثلا داء السكري الحساسية أو مرض الربو أمراض الكلي أمراض القلب والشرايين ارتفاع الضغط الدموي وأيضا أمراض السرطان فإلا كنت ممن يعانون من هذه الأمراض فعليك مواصلة واحترام نظام ديالك العلاجي واحترام نمط عيش سليم تغسل ولا تعقم اليدين ديالك باستمرار ترتدي القناع أو الكمامة وتحترم تباعد الجسدي أي مسافة الأمان فما نخليه وش في جوا اللي تسمح لهذا الفيروس يمر منها باش يصيبنا أو يصيب والدنا ولداتنا أو أصدقائنا أو زملائنا في العمل أو المحيط الدين خليتكم على آخر قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه فلاشين يوتيوب وبرتجوا هاد الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش ديرو جام الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر